بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. هنكمل مع بعض الكورس بتاعنا في المايكروويف انجينيرينج. هنكمل النهاردة بإذن الله لكتشار ايت بها بتتكلم على الترانسميشن لاينز وثيوري اند آآ سميث تشارت. احنا كنا تكلمنا في آآ بارت وان اوف لكتشار ايت عن الترانسميشن لاينز ثيوري. مارضة بإذن الله هنكمل على السميث تشارت. سميث تشاخد يا شباب بالنسبة للعالم آآ فيلب سميث. ده آآ آآ عمل الموضوع ده سنة 1939 وهو كان عاش تقريبا حوالي 82 سنة آآ من 1905 ل 1987. وآآ آآ عمل الجراف ده اللي هو يعتبر من من اشهر الجرافز حيه اليمبيدنس والريفليكشن آآ وهو حتى الآن حتى الآن. وكذلك في آآ على الرغم من ان دلوقتي في الكاد سوفتوير كتيرة زي اللي انتو آآ بتتعلموها آآ سواء كان السي اس تي او الاي دي اس او الاتش اف اس اس او الزيلاند كل دي برامج خاصة بالآ بالمايكرو ويف والالكترو ميجنيتكس يا شباب. آآ آآ الى ان آآ الا ان السميث تشارت ده آآ اصبح جزء من البرامج دي. يعني مش معنا ان البرامج دي طلعت خلاص قلنا ان السميث تشارت اصبح آآ حاجة بقى او حاجة اصبحت آآ قديمة. لا ده الاسميث تشارت نفسه آآ اصبح امبيد جوه الكاد سوفتوير ستي دي. آآ آآ الاسميث تشارت آآ مفيد جدا في عملية انه هو بتاع ترانسميشن لاين والامبيدنس بتاع ترانسميشن لاين. آآ وحسابات وحساب وحساب وكذلك في آآ حسابات كل ده يا شباب آآ موجود في وكمان بيديك ان انا لو بيديك ان انا لو اتحركت على 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 الترانسميشن لاين. اقدر احسب التغيرات اللي حصلت في الامبيدنس آآ على الاسميث تشارت. وادم بقدر احسب التغيرات اللي بتحصل في الامبيدنس يبقى هقدر احسب ال آآ كذلك اقدر احسب ريفلكشن كوفيشند وولتج ستاندين وويف ريشيو ويرفلكت الباور وريتيرن لوسز وفاكتورز كثيرة جدا كلها ريليتد بالشغل ال 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 اللي بيحصلها براجيشن ما شاء الله. آآ طيب آآ عشان كده يا شباب احنا هندرس مع بعض السميث تشارت وكذلك السميث تشارت مهم جدا في ديفرنت ماتشنج بروبلم السوليوشنز يعني هممكن استخدم كذلك السميث تشارت في عملية حل اللي هي ريلييتز السميث تشارت يا شباب احنا مبدئين عارفين ان يعني كل كل لنضة على اتنين بيحصل ايه بيحصل بيحصل يحصل تمام طيب المجنيتود نبقى ما احنا عارفين ان جوه عند معينة انا بتكلم على اه قيمة بتاعتي وبالتالي بلاقي ان قيمة المجنيتود بتاع المجنيتود خلي ما بتتغيرش نخلي بالنا يا شباب ان لها سيمولز اكثر اقري بتتكتب تلكيب اسو ايه تكتب اسو ايه تكتب اسو ايه تكتب اسو اسو ايه تكتب سمول اسو اكتب سمول سيجما كل دي اه ممكن تكون سيمول زري الفولتج سيندينج ويف ريشو فمهم جدا بالنسبة لي إن أنا أبقى فاهم أنا بتكلم عليه طيب يبقى كذلك أنا أقدر أعمل لقيم القيم والكارنس إذا كانت تحديد الوضع إذا كانت تحديد الوضع يعني أنا حطيت الوضع وبعدين عاوز أشوف الريفليكشن كوفيشن بين الوضع ده والترانسميشن ناين أنا ببساطه بعمل حاجة اسمها لالوود امبيدنس بعمل نورماليزيشن يعني إي أعمل نورماليزيشن بقسم القيمة بتاعت الوضع بتاعت الوضع القيمة بتاعت الكاركترستك بتاعت اللاين كاش أباب؟ يبقى انا ممكن اوصف الكلام ده كله بدلالة اليمبيدنس بتاع الترسميشن لاين يعني انا هجيب اللود اشوف اللود القيمة بتاعته كم اقسمها على قيمة الكاركترستيك امبيدنس بتاع الترسميشن لاين احنا درسنا الترسميشن لاين يا شباب وشفنا ان انا اقدر احسب له كمان الكاركترستيك امبيدنس بتاعته فيب انا يبقى انا بقول بعمل نورماليزيشن لللود امبيدنس يعني ان انا بقسم الزل على الزل النقطة طيب اه لقينا بقى شباب ايه او ان سميث لقى ان التشارت اللي هو عمله ده اه طيب احنا هندخل برضو كمان شوية كده في المور ديتيلز تاع الترسميشن لاينز هلاقي ان هو في كذا سكيل يعني في كذا سكيل محطوطين على الترانسميشن لاين بيبر نفسه هلاقي فيه على الاوتسايد اوف تشارت شوز لوكيشن اون دا لاين ان ويب لانس يعني هلاقي كده في سكيل للويبلانث وفي سكيل كمان للثيتا وكمان فيه جزء كده هنتكلم عليه كمان شوية تحت في السميث تشارت في السكيل اللي تحت بتاع السميث تشارت هلاقي ان هو بيتكلم على باور طيب الكمبينيشن بقى اه يبقى انا في عندي سيركيلز كمبيت سيركيلز وفي عندي سيركيلز نوت كمبيتد اه الانترسكشن بتاع الاتنين دول بقدر من خلاله احط قيمة الايه قيمة بتاعتي هنشوف برضو الكلام ده كله طيب الشكل ده يا شباب كده ان جنرال ده بتاع السميث تشارت سميث تشارت لو بصينا كده جوه هنلاقي فيه سيركيلز كده مكتملة اهي يعني هنا ده ده يدي كومبيت سيركيل بعدها ادي فيه كومبيت سيركيل وادي كومبيت سيركيل اهي الفاليو دي مسلا بتاعت بتاعت الكمبيت سيركيل دي ايكوال وان تمام طيب ال 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 هنا دي تو اهي اه ثري سيركيل دي فور فايف وهكذا طب لو لما بمشي هنا في الاتجاه ده كده يبقى لايه القيمة بتاعتي هنا بتايل يعني هنا كانت وان بوينت اون نحية دي نحية دي صباحة بوينت ناين بوينت ايت بوينت سيبن بوينت سيكس وهكذا بتكمل بتكلم على الايه على السيركيلز ديها شباب الكمبيت طيب ابص بقى على السيركيلز اللي هي نوت كومبيت دي cả مثلا زي بتاع الوان ايه ده 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 desseركل بتاع الوان اللي هي ال الهي تمثل الهماجناري بارت اوف امبيدنس يبقى الكمبيت سيركيلز دي يا شباب تمثل تمثل الريال بارت اوف امبيدنس السيركيلز دي اللي هي غير مكتملة دي. دي بتمثل الهي crops طيب اه دي وان بوينت موينت بوينت ناين بوينت ايت وهكذا. طب ايني بوينت? يبقى ايني بوينت هنا ما سيتساي بوينت ني. بوينت دي تعم بوس كده على بتاعتها. هلاقي ان هي على بتاعت الوان. وعلى بتاعت الوان في يبقى دي كده عبارة عن وان بلس جي وان. وان بلس جي وان. دي قيمة. اي سركل ممكن اوصفها. تعبوا نشوف مسلا الوينت دي. الوينت دي مسلا. الوينت دي عبارة عن السركل اللي هي بتاعت الوينت فايف. ويبقى اي بوينت اقدر اجيب لها الامبود او اقدر اعمل المختلفة بتاعته يا شباب. طيب لو بصيت بقى هنا كده على هلاقي الاتشارت من برة وكذلك في اا دي جريز يعني ادي مية وخمسين مية وستين مية وسبعين مية وتمانين وبلاس ماينس وهنا كده بتقل. وهنا بتقل. وهلاقي هنا بتاعت الزيرو. زيرو. انا هنا بتكلم على اللي هو بتاع الديجريز يا شباب. طب الكملة بقى الديجريز هنا بتكلم على ايه من زيرو لايه لآدي مية وتمانين وبعد كده من مية وتمانين هنا لزيرو تاني. طيب اوكي. طب لو بصينا على اللي فوق ده. فان بص على ده مسلا. الكلام ده برضو لسه هناخده ايه زي لايه هنا زيرو بوينت فور مش عارف ايه ماشي 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 بتاعتي دي كلها الحد ما وصلنا هنا ادي بوينت فور آآ وهكذا وهكذا الحد هنا ما وصلنا لايه للبوينت تو فايف لمضة يعني بتاعي ده لو انا اتحركت على ده من البوينت دي الحد البوينت المناظرة ليها الناحية التانية يبقى كينا مشيت ايه مشيت ربعة لمضة يبقى لو كملت الليس كيل بتاعي لو كملت الليس كيل بتاعي هلاقي ان ده السركل الكاملة فيه ال 9 tryا وضع ايه للمضة اوبر Soon للمضة اوبر Toe لس كيل بتاعي ده يا شباب لو اخدت بالي هلاقي ان في آآ لو جيت هنا مثلا هلاقي هنا آآ لو انا مشيت في هزا الاتجاه لو مشيت في هزا الاتجاه هلاقي ان الفاليوز بتاعتي دي كانت بوينت فور آآ ادي بوينت فور ناين دي مسلا وهنا زيرو هلاقي هنا انا بدأت ازيد بقيم آآ لي اللامضة طب هنا انا الفاليوز دي بتقل يعني بوينت فور ناين بوينت فور ايت بوينت فور سبن يبقى فيه فرق ما بين اتجاه فهذا الاتجاه لو انا ماشي في اتجاه معين او انا ماشي في ايه يعني كان ممكن نكون ماشي انا عند الى الترانسماس Omina طب انا همشي في اتجاه اللود ولا همشي في اتجاه الجنere Prayer كل ده معمول حسابه في الترانسماس الايه البوينت اللي في السنتر دي بوينت مهمه البوينت اللي في السنتر دي equal one as impedance تمام وا equal zero equal one as impedance وتخلي بالك ان السيركل بتاعتها اللي هي غير مكتملة يعني الجزء الاماجنري فيها equal zero يعني يعني ايه يعني زد ال على زد نوط equal one يعني عند البوينت دي ده فيه complete matching يعني ما فيش reflection احنا عارفين كلنا انه لما فيه complete matching ما يكونش فيه reflection يعني complete matching يعني القيمة ال impedance بتاعت اللود بتساوي قيمة ال impedance بتاعت الكاركترستيك ترانسميشا لاين تمام يا شباب او قيمة ال input impedance بتاعتي بتساوي قيمة ال اه الكاركترستيك الميدي ده نسلت عبدالله انيهاو يبقى انا ازا concept كده لو انا بعمل عاوز اعمل matching يبقى انا يهمني قوي ان البوينت بتاعتي توصل للنقطة دي زي ما هنشوف ايه لاتر يا شباب طيب يبقى دي كده شكل الشكل العام بتاع اه وبعض اللي موجود عليه بعض اللي موجودة عليه طيب اللي موجودة عليه طيب اللي يا شباب فيه منه اشكال كتيرة قوي فيه منه يعني اشكال كتيرة بنفس نفس يعني نفس ونفس السكيلز ولكن بأشكال مختلفة ممكن تلاقي منها بعضها في بعض الكالرز في منها ديجريز في منها بعض السميث تشارتز في منها سكيلز في سكيلز موجودة أكتر متوضحة ممكن كمان أحط اللي هو الامبيدنس سميث تشارتز وبعد كده أروح حاطت كمان الادميتنس سميث تشارت سميث تشارت بيبقوا الاتنين على نفس التشارت ويكون كل تشارتز من دول الواحدة فيبقى احنا كلي ده الاشياء ليه سميث تشارتز في سكيلز مختلفة في كتيرة قدام حضرتك ولكن ما تتخضش لأن سميث تشارتز الجميلة جدا اللي سهلة في التعامل معها طيب دي بعض الحاجات اللي احنا برضو قلناها أهلا نقولها كده لما نمسك بقى الاسميث تشارت اللي فات ده ونبسطه شوية هنلاقي اننا فيه لو انا ماشي على ده يبقى انا كده اكني ماشي على على في اتجاه لو انا ماشي على ده يبقى انا اكني ماشي في اتجاه ماشي في اتجاه لو انا بتكلم على هنا بس كده على دي بقى يعني ايه تصير لو انا بتكلم على بوينت وقعت هنا بس على اللاين ده يعني وقعت على اللاين ده يبقى انا بتكلم على تمام يبقى ده كده بتاعة لو بوينت بتاعتي زد ال وقعت هنا بس يبقى هي على طول كده القيمة بتاعة l個 ty hey equal A equal zero طيب كمان قلنا ان ان complete circle complete circle of transmission line complete circle of smith تشارت complete circle of smith تشارت complete circle of smith السكيل ده بتاع الرفليكشن كوفيشن انجل سكيل كل ده موجود على آآ ده الويب لينث سكيل بيبقى موجود آآ هنا كده اوكي طيب آآ يبقى انا على في عندي كتيرة جدا آآ هنتناولها برضوح اكثر زي ما قلنا البوينت اللي هي اللي في السنتر دي اللي هي آآ ايكوال وان البوينت الايكوال وان دي مهمة جدا بالنسبة لي علشان اقدر اعمل ماتشينج آآ سيركت طيب لو انا بقى برضو آآ يعني بصيت على شكل تاني كده من السميث تشارت وده اللي غالبا بيبقى آآ في متناول ايديكم آآ بلاقي ان بيبقى في سكيل هنا تحت كمان يعني في سكيل هنا تحت كمان هنتناوله بوضوح اكتر في آآ 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 ولكن ان جانرال انا ممكن اعمل آآ بلوتينج البوينت معينة اهي مسلا دي بوينت دي هيكون ليها آآ جزء ريالوي جزء اماجنري طيب لو انا جيت بقى يا شباب من السنتر بتاعي هنا من السنتر بتاعي هنا السنتر بتاع السميث تشارت سيركلز واي اخدت الريدياس بتاعي هي من السنتر ده لبيينت دي وعملت السيركيل السيركيل دي اسمها الكونستند ريفليكشن كوفيشن سيركيل يعني هي يعني أي بوينت تقع على وهذه السيركل لها نفس المجنيتود أوف آآ رفليكشن كوفيشت. ليها نفس ليها نفس المجنيتود أوف رفليكشن كوفيشت. طيب يبقى احنا كده بنتعرف شوية بشوية على السميث تشارت. آآ آآ الزكيل زي ما قلنا كده الزكيل الخارجي ده. سكيل إن ويف لينث. والفول سيركل إن آآ آآ وان هاف وابلينث سنس افريثين ريبيتز. اوكي شباب يبقى احنا بنحاول نوضح اكتر ايه هي السميث تشارت ومدى اهميتها. نحاول نوضح اكتر سميث تشارت ومدى اهميتها وازاي اتعامل معاها آآ انيش يعني كده. اوكي. طيب تعالوا كده ناخد بري بري سيمبل اتصامبل. تعالوا احنا دلوقتي نجيبن ليا آآ سيرتن امبيدنسز بتاعة عندي لود. واللود ده ليه قيم آآ مختلفة زي ما حالك شايف كده زيد واحد. انا اخد آآ ايد فاليوز من زيد واحد لحد زيد ايت. والترانسميشن لاين بتاعت بتاعته خمسين او. الامبيدنس لاين آآ بتاعت ترانسميشن لاين خمسين او. اوكي. اعم اول حاجة بعمل ايه يا شباب بعمل حاجة اسمها نورمالايزيشن. بعمل حاجة اسمها نورمالايزيشن. نورمالايزيشن يعني اقسم قيمة الزيز المختلفة اللي عنده حضرك دي على قيمة الترانسميشن لاين امبيدنس اللي هي الكاراكتريستيك امبيدنس اوف ترانسميشن لاين اللي هي زيد نوت خمسين او. ليت سيئي ان هي خمسين او هنا فلما بقسم زيد واحد آآ على خمسين هتديني النورمالايزيشن اااة امبيدنس يعني مية على خمسين اصبحت اثنين. وجي خمسين على خمسين اصبحت جي وهكذا وهكذا. وهكذا. خلي بالحرك من حاجة اللي هي لو انا بتكلم على لود الانبيدنس بتاعته بامفينيتي يعني ايه اينفينيتي يعني بتكلم على اوبين سيركت. كلم على اوبين سيركت كيز. اااة لو لو انا بتكلم على شورت سيركيت بقى شورت سيركيت يبقى الامبيدنس بتاعت اللود بكام شورت يبقى انا عملت زيرو امبيدنس ودي بتديني انفينيتي كارنت عشان كده وارد ان يحصل لو انا بعمل لو بتكلم على ترانسميشن لاين او مثلا اا فولتجيس او ما الى ذلك ووصلت البوزوتيف ترمينال بي النيجاتيف ترمينال دايريكت وارد يحصل هيبقى في عند حوالي شورت سيركيت وبالتالي يبقى في انفينيتي كارنت وبالتالي يحصل ان الكابلة دا ممكن يتحرك anehaw يبقى انا دلوقتي الامبيدنس المختلفة اللى عندي دي عملتلها ايه عملتلها عملتلها نوريزاش طيب يبقى انا دلوقتي عندي تو تيرمز ريال بارته وايماجناري بارت ريال بارت اماجناري بارت هياخد هاجي بقى هنا على وابدأ اشوف الايه? امسك الاول الريال بارت. الريال بارت هبص على دي يا شباب. الكمبيلت سيركلز. الاماجنالي بارت هبص على اللي هي طيب يبقى هيجي هنا مسلا على ادي زيد وان ادي السيركل دي يا الشباب بتاعت التو. سيركل دي تو. اوكي? ودي اللاين ده بتاع الجي وان. تمام? يبقى هاعمل هنا للقوينت دي. دي بقى دي اصبحت اللوكيشن بتاعت الزيد وان على وهكذا. طب فين بتاعتي? زيد فايف. زيد فايف اللي هي الانفينيتي بقى زيد فايف دي تمثل بالنسبة لي انفينيتي اللي هي على اللاين ده. تمام? طيب النحة التانية منها هي بتاعتي اللي هي عند اللي يا شباب عند الزيرو. وهكذا. يبقى اي بوينت من اللي قدامي دي اقدر امثلها اي بوينت اللي قدامي دي اقدر امثلها اه على يبقى انا كده اه عملت ايه? انا دلوقتي عملت اللي احنا قلنا اللي هي السركل بقى اللي هي تمثل الكونستانت رفليكشن كوفيشن سيركل او الكونستانت او الكونستانت او الكونستانت سيركل سيركل سنتر بتاعه فين? في الميدل بتاع الترانسميشن اه اه في الميدل بتاع السميث اتشارت. طيب زا سيركل باست ذا نور ملايزد. اللي هي السيركل اللي هي بيبقى السنتر بتاعه السنتر of smith's chart. والرادز بتاعه بيسي عند اللي بتاع تزيد لود? يبقى انا باستعمل سيركل السيركل دي هي السيركل of constant reflection coefficient. any point on the line is found on this circle. rotate clockwise to move toward the generator. اللي هي away from the load. مو هانا لو انا رايح للجنريتور بقى كني بابعد عن الاي بابعد عن اللود. طيب the distance moved on the line is indicated on the outside of the chart in wave lenses. تعالوا بقى نشوف كده الترانسفورميشن ما بين الاا اليمبيدنس جراف لي الرفليكشن كوفيشنت جراف. وده اللي عملوا مين عمل? ده اللي عملوا اللي هو حققه لي. انا بعمل بلوتنج ليه واقدر اقرأ قيمة الرفليكشن كوفيشنت. بالماثيماتيكس كده احنا عارفين ان الزد ال بتساوي جزء رير وجزء كذلك الرفليكشن كوفيشنت ليه ماجنيتود وليه فاز. فانا هنا بعمل بعمل بلوتنج بعمل بلوتنج لقيمة الزد ال. واجيب منها قيمة الماغنيتود اوف سميثت شارد اوف اه ماغنيتود اوف ريفليكشن كوفيشنت. ان سميثت شارد. ويبجيب كذلك الفيز بتاعتي. يبقى الترانسفورميشن اللي عملهولي ده. ااا عملوا مين عملوا سميثت شارد. طبعا عارفين كلنا كلنا ان الريال بارت بتاعة ال بتاعة الزد من زيرو لحد انفينيتي. وان الامجنري بارت بتاعي من ماينس انفينيتي. الانفينيتي ده اللي هو ده. وكذلك اقدر احول الموضوع لماجنيتود وفيز. ماجنيتود وفيز على السيركلز اللي قدامنا. دي بقى انا حولت الكلام ده من البوينت دي لماجنيتود وفيز. اللي عمل الكلام ده مين? اللي عملهولي سميثت شارد. طيب انا كمان بيحقق لي حاجة جميلة جدا ان انا ممكن اجيب البدل ما كنت مسلا اه اجيب قيمة الامبيدنس وبعدين اجيب واحد على الزد اللي تديني الواي ال اللي هي الادميتنس. الادميتنس فاليو لأ ده الاسميثت شارد كمان في اه ان هو يديني اه الامبيدنس والادميتنس. سواء كنت هحط الامبيدنس والادميتنس تشاردس فوق بعض او ان انا اجيب الكلام ده بالامبيرس بتاعتها بمعنى ان انا لو هنا بتكلم على قديل جاما ما بينها وما بين الزد اللي والزد نوت. ممكن اقول ان الزد اللي بتساوي عارفين كلنا الزد اللي بتساوي واحد على وي ال. يبقى انا ممكن احول كل الفاليوز دي من الزد الى الواي. تمام? يبقى الاقي ان الجاما بتساوي ماينس واحد على وي ال بلاس واحد. يبقى الاقي ان الجاما بتاعتي بتساوي في حالة الجزء ده هي بتساوي ماينس جاما في او في حالة ال اي Еd%, مان Didn't she, they They are same magnitude but with او 180 فهيز ديفرنس. يبقى ال او Ci ان يبقى التلقى بتديني نفس Something الخاصة عنك بتاعت سأو ال ايه ان lend ايه custom around. ولكن في عندي ايه فيه عندي فهيز ديفرنس الا Randy. حك's. الكده يا شو باب الامبيدنس تشارت . ولكن تشارت اللي هو بالازرق التقيل ده. كوي اللي هو باللون الاخف ده شوية. طيب اللي قدامنا ده برضو يعني اللي قدامنا ده ولكن آآ فيه كتيرة ولو بصيت كده اللي هي باللون الاحمر اللايز اللي هي باللون الاحمر دي تمثل اللايز اللي هي اللبني الخفيف اللي من تحتها دي دي تمثل في حاجة ان احنا قلنا يعني ما قلناهاش ان احنا اللاين ده اللي هو اللاين ده اللي هو اللي بيمثل آآ الاجزاء اللي فوقيه من الجي بتبقى الاجزاء اللي في النص اللي تحت ده بتكون طيب بص معي بقى على ده اللي تحت وده بتاعنا اللي احنا هنركز عليه في اللي جاي هزوم على ده هلاقي ان في عندي في الجزء اللي تحت آآ في موجودة تانية آآ زي ايه مسمعي كده في في ممكن يبقى ممكن يبقى بالدي بي في كمان بالدي بي في الريفليكشن كوفيشنت كباور يعني الريفليكتت باور وفي الريفليكشن كوفيشنت اي او ايه ممكن يكون بتكلم على او بتكلم على كارنت اوكي كل ده شباب موجود في تعالى نبص كده على تعالى بناخد فاليو مثلا لو انا جيت لقيت ان الفاليو بتاعتي اللي انا عملت لها كده لقيتها هنا مثلا يعني واقعت هنا طيب دي تعالى نقراها بقى لو انا يبقى انا لو بتكلم على ان الفاليو دي الفاليو دي بقى الاس دا او او بتاعتها باتنين يعي فالبي كام باتنين طيب كا毛 يبقى اول عشرين لوج الاتنين هتطلع لي ستة اوكي دي تقريبا تقريبا كونرسبوندن تعالوا كده نقربها شوي بس تقريبا كونرسبوندن ل عشرة عشرة عشرة. كلنا عارفين ان هي بتساوي مينس عشرين خلي بالك من المينس. لان المينس هي اللي خلت بتاعتي بال 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 تمام? يبقى انا بتاعتي مينس عشرين يبقى هتديني اللي هي عشرة. يبقى انا بقول الان اتنين. ال 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 يعني انا لو في عندي ده خلالي مثلا يتسايا عشرة واط. عشرة واط. فبالتالي لو الاس بتاعتي بتو يبقى هقدر اقول ان الاس ان دي بي بتساوي يعني تقريبا بتاعتي بتن يعني الجامة بتاعتي ان دي بي ايكوال ماينس تن يبقى بتاعتي آآ بوينت وان يبقى لو انا دخل لي عشرة واط يبقى في عندي واحد واط هيحصل له وتسعة واط بعد كده هيحصل لهم كل ده موجود في الايه في الجراف ده طب الريفليكشن في الكيس دي اللي هي بتاعة الاس دا بلو ارب اتنين يبقى الجامة بتاعتي بوينت تري كل الكلام ده يا شباب موجود على ده اهو كل كلام اللي انا حسبته ده وقلته بالقوانين يبقى موجودة على ده يبقى انا ممكن على اي بوينت اطلع منها على اطلع منها الايه الفاليوز دي كلها جميل جدا يبقى انا زي ما احنا شوفنا كده حاجة جميلة جدا وحاجة عميقة قوي وحاجة مفيدة جدا في بتاعتي بص معايا هنا كمان بيقول لي ان انا خلي بالك ان انا لو مشيت ماشي كده يبقى انا ماشي في اتجاه ولو ماشي كده يبقى انا ماشي في اتجاه الجنريتور كيا يا شباب جميل طيب تعالوا بقى نحسب نشوف ازاي ببساطة او باستخدام السيركلز بتاعتي بقى نحسب ناخد بعض الاكزامبلز اخد بيها نحسب بيها ونحسب بعض الايه بعض البرامترز طيب لو بصينا هنا كده على الاكزامبل اللي قدن بيقول لي جيفن لي زد ال با مية مينس جي ففتي كوم وزد نوت بتاعتي بخمسين اوه بيقول لي فايند لي الجاما ال بقى احنا المطلوب ان احنا نجد مين نجد قيمة الجاما ال تعالوا نشوفها الجاما ال تعالوا اول حاجة هعمل الايه النورماليزيشن نورماليزيشن يبقى اه مينس جي ففتي بقى تو ماينس جي وان يبقى هدور على السيركل بتاعت تو اهيه وهدور على السيركل بتاعت الجي وان طب ايه بوزيتب جي وان ولا نيجاتب جي وان يبقى انا في النص ده من الايه من اللاين ده يعني كده اسم اللاين ده اهو اللاين اهو موجود بيسمي للجزء البسط في جي والجزء الايه النيجاتب جي طيب المينس جي وان دي مينس جي وان احيي ده اللاين بتاعي بها دي الانترسيكشن بتاع السيركل مع اللاين ده هي ايه هنا يبقى دي النقطة بتاعتي دي اوكي طيب انا كده عملت ايه عملت بلوتنج ليه الزد ال نورمالايز ده على السيركل شارت اوكي طيب تعالوا بها بعد كده علشان نجيب الجام هاجي من من السنتر بتاع السيركل شارت واعمل لاين بيمر بيمر بالبوينت اللي هي الزد النورمالايز للحد ما يقطع الدائرة الخارجية اللي فيها بتاع الويب لاند وفيها كذلك بتاعت الجامة اوكي يا شباب طيب هاجي بقى هنا على البوينت الخارجية للسيركل الخارجية السيركل الخارجية بتاعت وقيس بقى ايه المسافة دي لقدامنا وكذلك ايه المسافة اي سي هأسمي الاثنين على بعض هتديني قيمة الرفليكشن كوفيشنت كماجنيتود هلاقيها النهاية واشوف القيمة بتاعت الفيز بتاعت الرفليكشن كوفيشنت هلاقي انه هو ايكول ماينس اه 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 26.56 ديجري بقى انا كده جبت الرفليكشن كوفيشنت ماجنيتود اند فيز كذلك يا شباب الفيليو دي الفيليو اللي قدامي دي اقدر من الاسكيلز اللي احنا شفناها من شوية ان انا اقدر احسب بيه عن طريقها بتاعي بيساوي كده. طيب تعالوا. نشوف كده ايه تاني ممكن يدهولنا. كمان ممكن يقول يحسب لي لو انا اتحركت على ده. احسب لي لو انا اتحركت على ده. كان في قانون كده اخدناه في اول الليكتشر دي. اللي هو في كنا بنقول لها ما بين الزيد نوت والبوينت اللي انا عليها في نفسها اللي اللي يعني او الزيد اللي انا مشتها. طيب انا عاوز هنا اجيب قيمة الانبوت امبيدنس اد بوينت وان لامضة فروم لود. ده تكميلة اللي فات. تعالوا كده يبقى انا دلوقتي البوينت بتاعتي اهي اللي انا وقعتها. وادي اللاين بتاعي اهو. هنا هلاقي في اه السكيل بتاع الويب لينث. هزود على المسافة دي. المسافة اللي انا همشيها ااااااااااااااااااااااا على مش اللاين يعني انا البوينت دي بتقع عند بوينتو ايت سيفن لامضة. لما هزود عليها الديستانس دي. اللي هي بوينتوان لامضة. يبقى انا هامشي مسافة دي هامشي بوينت تري ايت سيفن لامضة. البوينت تري ايت سيفن لامضة دي هاخد اعمل اه اه لاين هنا من 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 السيركل دي الحاد السنتر بتاعي. وعلى الانتر سيكش اللي هيحصل مع الكونستانت جاما سيركل كونستانت جاما سيركل بتاعتي دي هلاقي القيمة الجديدة بتاعت ايه بتاعت الزد اموت هلاقي فيها بتقولي ايه بتقولي ان القيمة بتاع بتاعتي هي عند البوينت سيكس اه سيركل والماينت جي بوينت اه سيك سيكس اه لي الجزء اللي هو الاماجنري. طيب اضرب بقى في خمسين عشان اجيب الايه القيمة بتاعت الريال اه زد اموت نو اه اه نوت نورمالايز اجيب الجزء الريال بتاعها والجزء الايه الاماجنري. يبقى انا دلوقتي استخدمت في اني اجيب قيمة الاموت انبيدنس. اني اجيب قيمة اموت انبيدنس. على مسافة معينة من اللود اه بفاليو معينة. يبقى اقدر اجيب قيمة الاموت انبيدنس. يبقى انا من شوية جبت الجاما. ويكذلك ادم جبت الجاما يبقى جبت على طول الاس او البي اس دابلي او ار. وكذلك على أطول أقدر لو مشيت مسافة معينة على الترانسميشن أقدر أجيب قيمة بتاعتي خلي بالك من حاجة خلي بالك أن قيمة الرفليكشن كوفيشنت قيمة الرفليكشن كوفيشنت سابت قيمة ماجنيتيود ولكن على السيركل دي واللي هي على الترانسميشن تمام يا شباب باللود ده شباب يبقى أنا دلوقتي الكونستانت جاما سيركل دي كونستانت جاما سيركل يبقى أنا بتكلم على أن على الترانسميشن لاين ده مهما مشيت عليه مسافات يبقى أنا بتكلم أن الماجنيتيود بتاعه بتاعي هيكون ايه هيكون كونستانت وعشان كده احنا مسميين السيركل دي اللي هيسمها الكونستانت جاما سيركل خلي بالك برضو أن القيمة بتاعة الجاما دي مع اللود مع ايه مع اللود يعني لو غيرت اللود هترسم لي أناثر سيركل هترسم لي أناثر جاما سيركل خلي بالك ناخد حاجة كمان إن احنا نشوف إزاي نحسب الفي مينيموم والفي مكسمم ايه في مينيموم وفيه وإيه الفي مكسمم مش احنا أخدنا إن لما بيبقى فيه رفليكشن كوفيشنت بقى فيه رفليكشن بين اللود والكاركترستيك بقى فيه الفولتج بتاعي بيحصل له من مينيموم فاليو والمكسمم فاليو اللي على أساسها بحث بالستاندينج ويف ريشيو آه يبقى أنا دلوقتي عاوزين نحسب طيب اللوكيشنز بتاعتي فين بتاعة الفي مينيموم والفي مكسمم دي فين على طيب بص معي أنا هنا كده عند البوينت دي اللي هي باللون في عندي هنا لونين احنا ملونينه اللون اللي هو البرتقاني الغامق ده وفيه اللون اللي هو الزيتي ده او الفوزدوئي ده تمام يبقى احنا لا هاجي من البوينت بتاعتي اهي تمام انا عاوز اجيب ايه عاوز اجيب قيمة الدي ماكسمم الدي ماكسمم اللي عندها في ماكسمم يبقى انا همشي من هنا لحد ماوصل للبوينت اللي هن او حد ماوصل للبوينت اللي هن وشوف انا مشيت مسافة قد ايه اشوف انا على السميث تشارت مشيت مسافة دي ستارتنج من هنا طبعا ليها طرق كتيرة جدا في الحسلات من ضمنها مثلا من ضمنها ان انا بقول ان السيركل الكاملة بوينت فايف لامض اطرح منها الحتة دي اطرح منها الحتة دي او ان انا امشي على الاسكيل بتاعي طيب تعالا بقى نجيب الدي منيموم الدي منيموم يبقى من اللاين ده من اللاين اللي هنا من البيونت دي لحد ما اوصل لالبوينت دي حد ما اوصل لالبوينت دي اللي هي كريل كريل في اللاين ده عند الزير وهنا كانت الفاليو بتاعتي هنا كانت عند الريل بتاع اللاين ده بكام بإنفينيتي اوكي يا شباب عشان كده كنت بجيب ماكسموم ومينيموم يبقى احنا دلوقتي طب الجزء اللي هو الفوزدو ده ممكن احسيبه ازاي احسيبه برضو على الاسكيل يعني لو مش كيتعال الاسكيل هاقدر اميجر الكلام ده او اننا ببساطة جدا اقول ان اللينت ده السيركل الكاملة النص سيركل اللي عندي ده هتبقى كان بوينت يبقى انا لو طرحت الفاليو ده من ال الفاليو دي كده ال الي مشتها على طرحت ها من ال هتديني ال دي مانيموم هتديني ال دي مانيموم يبقى انا اقدر احسب يا شباب ال الفاليوز اه بتاعتي. بتاعت وقدر احسب اللي عندها وقدر احسب اللي عندها بيحصل وقدر احسب اللي عندها بيحصل اللي بيحصل عندها من البوينت بتاعتي على ده. طيب. هل ممكن بقى احسب الستاندينج ويبرشيو? اه ممكن طبعا احسب الستاندينج ويبرشيو كمان. هو ممكن كده احسب الستاندينج ويبرشيو باكثر من طريقة. ولكن تعالوا نبص مع بعض على من الشارت على طول. من الشارت على طول اهي بتاعت الكونستانت جاما والكونستانت آآ اس دابليو ار. هلاقي ان الانترسكشن بتاع الفاليو بتاعت دي بتاعت السيركل بتاعتي مع اللاين ده في الجزء البوزيتف لان احنا عارفين ان البي اس دابليو ار من واحد لانفينيتي. يبقى انا قادي عندي البوينت بتاعت الواحد. هشوف الانترسكشن ده بكام بتاع السيركل دي مع اللاين ده لقيها تو بوينت سيكس وان ايتي. يبقى انا حسبت مين? حسبت الاس. يبقى انا حسبت الاس. ايه ده ده? احنا حسبنا حاجات كتير. حسبنا حاجات كتير. يبقى انا ممكن احسب برامترز كتير اقوي على ولسه. طيب هنا بقول لحرك جيفن ليك الزت الف. والزوت الزت نوت جيفن ليك بخمسين اوم. بقول لحرك بقى هتلي قيمة الجاما ال. هتلي قيمة. هتلي قيمة الامبوت امبيدنس. اه عند خلي بالك من ال من انا بقول لحرك منين? يعني اكني مدي لللود ضهري وماشي ناحية التانية. يبقى انا رايح في اتجاه الايه? في اتجاه الجنريتور. كذلك عاوز اجيب قيمة الايه? طيب الانسر بتاعنا في الستيبس. ايه دي. بعمل اللوكيتينج اللي نورمالايزد. وآآ بعد كده لديتها بوينت تري بلاس جي بوينت فور. يبقى البوينت بتاعتي في الجزء ده. الجزء اللي فوق. ووقعتها اهي. اهي. ادي السيركل بتاعت البوينت تري. وادي الجي بوينت فور. يبقى البوينت بتاعتي هنا. اوكي. يقدر اجيب لي الجاما. الجاما بتاعتي اهيه. من السنتر لحد الاتج دي. نهاية السيركل دي خلي بالك. عد نهاية السيركل دي. تمام? يبقى هائز المسافة الصغيرة. وايز المسافة الكبيرة. دي طلعت ودي ايه. انا جبت الايه? جبت الجاما. الاقي هنا في موجود بتاع الجاما. بتاع الفيز بتاع الجاما. يبقى اقدر اجيبه? يبقى الجاما اللي بتاعتي بوينت سيكس والانجل بتاعتي وان ثري ثري هلاقي السيركل دي بتقطع هنا في أربعة يبقى البي اس دا بأربعة أربعة وده واضح طبعا ان الجاما بتاعتي بوينت سيكس زيادة أو كبيرة يبقى الستاندينج ويبراشيو بتاعتي بأربعة وعليئة كذلك يبقى احنا كده جبنا مين في السلايد ده جبنا الجاما كماجنيتود وفيز وجبنا الاس بتاعتي طيب كذلك لو انا اتحركت مسافة معينة على اللاين تمام يبقى هقدر اجيب ايه هقدر اجيب الزد امبوت الجديدة او اننا لو عاوز اجيب الواي بتاعتي اجيب الادمتنس بتاعتي همشي في الاتجاه المعاكس على طول يعني اللاين ده امده النحة التانية وامشي كده 180 درجة يبقى دي قيمة الواي يبقى الوينت دي الانترسكشن ده هو بيديني الواي ال بتاعتي الانترسكشن ده بيديني الواي ال بتاعتي طيب يبقى انا ده اه القيم بتاعت الزد وقيمة الواي ال كل ده نورمالايز طبعا ايما احنا جبنا الزد ال نورمالايز وجبنا الواي ال نورمالايز وجبنا قيمة الجاما كماجنيتود وكافيز وجبنا الستاندينج ويف ريشو حد دلوقتي اه مشينا مسافة معينة على الترانسميشن لاين يبقى انا اه هامشي اه في اتجاه الجنريتور وقايا الى انا اهWay from the load يعني انا ببعد عن اللود يعني انا رايح في اتجاه الجنريتور يبقى اهامشي على الترانسميشن على الترانسميشن لاين في اتجاه الجنريتور يبقى اهامشي على ال Smithed chart في اتجاه الجنريتور مسافة point 1 لمضة يبقى اهلاقي ال ال input impedance بتاعتي الجديدة هي Z input بتساوي الكلام ده طيب ادي انا مشيت مسافة point 1 لمضة يبقى ابص على الفاليو دي حصل لاي انترسكشن فيه يبقى انا جبت قيمة الزد امبوت يا شباب طلعت كم بوينت ايت فايف بلس جي وان بوينت ثري تلاحظ حاجة تلاحظ ان الفاليو دي لها نفس ال ايه ان الامبوت انبيدنس دي ليها نفس المجنيتود اوف جاما وليها نفس ال ايه القيمة اوف اس تمام يا شباب تمام جدا يبقى احنا كده دلوقتي جبنا جبنا زد ال زد ال نورمالايز جبنا الجاما ازا ماجنيتود جبنا الجاما ازا فيز جبنا البي اس دابيو ار جبنا الامبوت انبيدنس لما مشيت على في اتجاه الجنريتور بقيمة اه بوينت وان لامد يبقى جبت زد امبوت كمان يبقى من الحاجات اللي احنا جبناها دي شوفنا مدى اهمية بدأ بقى ما كنت قاعد احسب حسابات كتيرة جدا على الترانسميشن لاين والامبوت ام بي زد امبوت واعد اجيب الموضوع بدلال التلتان والاي والاجزاء اللي هي بتبقى صعبة في الكالكوليشنز دي لأ انا بجيبها جرافيكالي يبقى الاسميث تشارت ده اه بيري 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 امبورتانت تشارت اه بيديني اه سوليوشنز لحاجات كتيرة جدا بكل سهولة اه اقدر اه احسبها اه بكل توفية شباب و اه كده يبقى خلصنا الليكتشر دي الليكتشر ايت اللي بتتكلمنا فيها على الترانسميشن لاين فيوري وتكلمنا فيها على السميث تشارت الجزء اللي جاي بقى هنشوف اه ازاي نقدر نعمل امبيدنس ماتشنج امبيدنس ماتشنج احنا بقدر الوقت يشوفنا كنا بنبص على ادي اه كاركترستيك امبيدنس بتقى الترانسميشن لاين وادي لود طب فيه رفليكشن كوفيشن طب انا عاوز اقل رفليكشن كوفيشن تديه يبقى بقى بحط ما بين الاتنين حاجة اسمها ماتشنج سيركت ماتشنج سيركت حلشان حسن الرفليكشن كوفيشنز و امبروف التوتال بفورمانس اسسركت جود لكي شباب thanks for your attention uh any questions شكرا لكم يا شباب